وهبدأ سؤالي من جزء ده ازاي بعض الكلمات القوية اللي اتكتبت اتحولت لوقتي المرحلة ان احنا بنتكلم في نشيد بيتقال في المدارس والله هي الفكرة الاول يعني احنا على طول بنعمل كده دايماً بنطلع بنجري مسافات طويلة فعشان العساكر والابطال بتوعنا ما يتعبوش وما يملوش وما يزهووش والمسافات مثلاً بتبقى طويلة جداً فبنبدأ نردد هتفات الهتفات دي بتتوارس عبر الأجيل يعني كل جيل بيجي بيعلمها للجيل اللي بعده فتلاقي من عشر سنين نفس الهتفات اللي بتتقال دلوقتي نفس الهتفات اللي تقالت من زمن طوي فالفكرة جات ان احنا بقى عندنا ابطال من جيلنا من زميلنا اللي كان معاهم عيش وملح اللي خدمنا معاهم اللي اشتغلنا معاهم اللي عشرناهم اللي كان معايا مبارح بيقول الشعار زي الشايد واقي الكمال النهاردة ستشهد فبقى فيدة بقى فيدة حوالينا فقررنا ان احنا نحط اسمقهم في الشعارات اللي احنا بس بنجري بيها طبيعي اشتركوا في القناة